السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدعم في اللغة الإنجليزية سامية تخرج لكم القناة ديروا هنا بحث عادي الدعم في السامية الدعم هاي لك القناة التعنا هاي لك القناة السنابرك القناة هاي لكم تخرج لكم هنا لما يكونش دير أبوني يدير أبوني هاي لك بالحمر يكليكي عليها هكذا تجي أبوني هكذا بالقري يعني راهو مشترك في القناة وهنا هاوليك هذا الجرس الجرس فقط فعلوه باش يدخلكم كامل الفيديو اللي راني نديرهم روحو للاختيار الأول هاوليك للجرس راهو مفعل نديرو هكذا راهو بالزرق ومبعده وش نديرو ندخل للقناة تحب تدخل من الصورات تحب تدخل من اسم كي ما حبيت كي تدخل للقناة هاي لك القناة التعنا هذي هي القناة التعنا وش نديرو باش نبحث على على الدروس نجي هنا يا هاي لك فيديوز بلايلست ندخل في البلايلست ندخل هكذا في البلايلست كي تدخل في البلايلست تشوفهم يخرجوا لك كاملة نديرتكم على شكل دوسيات كل دوسي فيه مجموعة من المجموعة من الفيديوات مثلا مراجعة الفصل الثاني السنة الرابعة متوسط نديرها هنا 22 فيديو اوكي تدخل فيه مثلا ها مليك الفيديو اللي دابته المراجعة بالجزء الثاني مراجعة الجزء الاول حل نموذج الفرض الى اخره متفاهمين هذو كامل وش عدنا حتى الاخر كامل ها وليك اختبار الفصل الاول الى اخره نرجعوا منا ثاني ونزيدوا نشوفوا هاي لك سنة ثالثة سنة ثانية هنا كامل بهذا الطريقة رك رايح توجد الدروس هاي لك دروس سنة ثالثة ثالثة متوسط عدنا سبع فيديوات تاع دروس اوكي هاي لك سنة الرابعة سيكونس 2 عشرة فيديوات المهم هذي هي الطريقة كيفاش تبحثوا على الدروس في القناة هذا ما كان هذا غير فيديو تعريفي فقط ولنا الان نرجعوا للفيديو التالي هذا الفيديو ان شاء الله رح يكون نموذج اخر لاختبار الفصل الثاني لسنوات الرابعة متوسط نبدو على بركة الله نقرأ النص وبعدين نروحو للتماري دير ديانا هنا مدام عندك دير اعرف باللي هذي رسالة بدت بدير عزيزتي نبدو كان وقع lion بي ل brows البارح كان اسوأ يوم في حياتي إاسوало إيتواز بايوي عواز были في ملاكي البارح ما كدش كامل محضورة بيكوز quèيهد السيويز كانوا عندي سلسلة من أحداث يعني ماشي محر كنا نورمان مو رحين نديروا ماجتا باسكتبول في مدينة أخرى So our trainer المدرب بتاعنا took us by the school bus دنا بواسطة حافلة المدرسة On the way في الطريق we stopped to eat something حبسنا باش ناكلو كاش حاجة I ordered some soup and fish قلت لك أنا طلبت شوية ناكل شوية لسوب مع الفيش مع للسمك When I was eating I poured the hot soup on my clothes قلت لك كي كنت ناكل دفقت هذيك لأسوب صحونا على ملابسي And I burned myself قلت لك وحركت روحي So I went to the toilet قلت لك روحت للمرحاب I cleaned up to clean up باش نخصل روحي On my way في طريقي I got hit by the table and poured the team's drinks قلت لك كنت نمشي أضربت روحي على الطابلة ودفق علي المشروبات تاع الفريق They were all staring at me صفي قاع كانوا يشوفوا في يوم مستعين مني I was really embraced قلت لك أنا يعني خجلت Back on the road كي كنت روح تخصلت وعوت وليت I discovered that I forgot my mobile at the restaurant قلت لك تفكرت بلي نسيت البخطة التاعي في الrestaurant We were already too late to return back and take it قلت لك كنا ديجا خلاص ما نقدروش نعودو ديجا كنا روطار باش نعودو نولو ندو التليفون So we continued our trip So إذن كمنا الرحلة قتعنا We reached the stadium ندخلنا للصد Fifteen minutes before the match دخلو 15 دقيقة قبل المatch So the players were running to change their clothes قلت لك اللاعبين كانوا يجروا باش يبدلوا الملاب يستوحوا While I was taking the stairs I fell down قلت لك كي كنت نمشي في الدرج سقط طحت And I twisted my ankle قلت لك ورجلي دارت The team's doctor said that I couldn't play طبيب الفارق قال لي متقدريش تلعبي This was really devastating قلت لك هذا الأمر يعني كان مخيب للأعمال The game began اللعبة بدأت And I was very sad كنت حزينة بزاف لكن But I stayed stayed and cheered for my team قلت لك صافي كنت حزينة بزاف ملعب سمي معليش قلت نشجع في الفارق التعنا وفي زملائي Unfortunately ليسو الحظ They lost the match قلت لك ليسو الحظ خسرو هذيك المقابلة And the championship حتى المسابقة كامل خسرو فيها This was not the end of my misery But هذي ما كانش نهاية تاع الميزير يتاعي ميزري But at night ولكن في الليل I had an awful ache on my leg قلت لك في الليل جاني استر عظيم كما نقولوا حنا يا في الساقة التحة في رجلها So my parents took me to the hospital والدية دوني للمستشفى where the doctor gave me painful injections قلت لك دوني والدية لسبيطار والطبيب اعطاني دليتشكا تاعي اللي تكون للألم Okay So هذه هي كانت الفقرة التي عنا تلعار اليوم وللنص مازل ماكملش احنا يا جين ماي سيكستي ستو تاوزند اند ايتين Okay adapted from the internet هذي خرجوها من الانترنت واللي كتبتها هي جين في 2018 وروحوا نقرأوا الأسئلة التي عنا نبدأ بالتمرين الأول قال لك Reading comprehension Task 1 I read the text and put true or false نقرأوا الجمل لأنك كتبوا صحيح أم خطأ The center of the letter is Diana اللي كتب اللي بعث الرسالة هي Diana وش معانتها اللي بعث معانتها اللي كتب الرسالة احنا ci employees عندما نجد بالرسالة ع ط STUDY عزيزي محمد ما عندها الرسالة اللي راح تلحقه هو اللي يكتب اسمه الفوق ولي يكتب اسمه التحت هو اللي يكتب الرسالة هنا يقل لك the sender البعث اللي بعث الرسالة هو ديانة no ديانة لقات الرسالة سوء الإجابة false السؤال وللجملة الثانية Jane has a lucky day اسكو جين كان عندها يوم محظوظ مشي ان lucky كان عندها lucky اوكي سوء هنا الإجابة خطأ ما كانش عندها يوم محظوظ كان عندها يوم ان lucky غير محظوظ رقم ثلاثة she was supposed to play in the basketball match اسكو كانت مقترحة supposed باش تلعب ولا مرشحة باش تلعب في المatch نعم كانت supposed هنا نديرو true صح كانت مقترحة لو لأن رجلها دارت لو أنها لعبت سوء كانت مقترحة روحوا لتاسك نمبر تو تاسك نمبر تو وشيقول I read the text نقرأ النص then وبعدها answer the following question وبعدها أجيب على الأسئلة نبدأ بالسؤال لول وشيقول did jane's team win the championship اسكو فريق تاع jane ربح competition المسابقة احنا بدأت لنا بدد ما عندها الجواب رح يكون yes ولا no احنا نديرو no no نكتبو no فاصلة jane's team did not في بلاسة jane's team نقرأ نقولو no they did not احنا لجيك سهلا احنا لجيك سهلا ادير no jane's team did not they told ok السؤال الثاني كالك لأنها كان عندها علم شديد في رجلها نروحوا لتاسك نمبر ثري هنا شوفنا كلمات أو عبارات تكون قريبة بالمعنى لمن started وعدنا city هنا يكونوا قراب للمعنى يعني synonym نروحوا للنص تعنا ونحوسوا عليهم started بدأ هي هاي اللي في الفقرة الثالثة عدنا the game begin اللعبة بدأت يعني synonym تحا هي begin وعدنا city اللي تعني مدينة هي synonym تحا أراهي هنا يا كما هاي لك another town أوكي town مع begin begin هي synonym تحا started وcity synonym تحا هي town روحوا لتبي عدنا I find in the text words or expressions that are opposite in meaning نظركا نحوسوا على العكس تعمن تع best best الجيد وعدنا fortunately لحسن الحب نحوسوا هنا لسوء الحب وهنا best نقولوا حاجة best جيد عكسها غير جيد روحوا نحوسوا عليهم في النص تعنا هدنا the best هي the worst yesterday was one of the worst day من أسوء الأيام اوكي هدنا fortunately العكس تحا هي نحوسوا عليها راي هنا هي unfortunately لسوء الحب اوكي تبدل غير هنا unfortunately مع the worst اوكي هنا نكتبو best نكتبو worst وهنا fortunately نكتبو unfortunately روحوا شوفوا الإجابة مع بعض تاع الجسء الأول من السوجي عدنا the center of the letter is Diana false Jane has a lucky day false she was supposed to play in the basketball match هذي true هنا السؤال ثاني did Jane team win the competition no they didn't في بلاسة دا تقدر تكتب Jane's team why did Jane's parents take her to the hospital because she had an awful ache on her leg اوكي نروحوا للسنونيم والاوبوسيت ساحبنا السنونيم تح started هي begin عدنا city town عدنا هنا best worst fortunately عكسها unfortunately الآن نعود نولوه للأسئلة mastery of language ونحلوها مع بعض mastery of language التمرين الأول task one I reorder the following words أنا أرتب الكلمات التالية to get correct sentences للحصول على جمل صحيحة نبدأ أول شي كي تخزر أول ما تقبل ما تبدأ تقرأ تخزر هنا عندك فاصلة هنا عندك فاصلة ما عندها راح يكونوا عندك زوج جمل زوج جمل باش يبدأوا subject subject أوكي هاي لك الجملة اللولة راح يوحدها و الجملة الثانية هاي لك وحدها أكيد عدنا while الحينما taken ناخذ I to friend دي جا راهم خلطين friend was my the best missed I هنا مشي راهم مشي هذي جملة وحدة و هذي جملة وحدة راهم خلطين نقدرون وحدة نركبوها مننا نبدأ while الحينما talking أتكلم I أنا to إلى friend صديق was كانت my the bus bus missed ضيعت أنا أوكي نبدأ أول شي هدنا while شوف هذي while يائما تحطها في البداية يائما تحطها في الوسط احنا خلو هذي while من بعد more while وش يجينا يجينا subject وم بعد verb وم بعد object شوفوا مادم عدنا while أكيد رح يكون عدنا فعل في past continuous past continuous من ماذا يتكون يتكون من فعل في ing كما هذا رو عدنا واحد برك ويكون لازم لسق معاه verb to be in the past الverb to be in the past هنا رو عدنا was هو هو الverb to be in the past يائما was يائما was لني ديرا هذا الدرس في القناة نشوفو تولي يعني was تجي قبل talking عدنا عدنا missed I the bus هاوي هاوي I missed the bus خلاص عدنا سور الجملة اللولة I was talking to my friend I missed the bus اوكي وهنا عندما كنت اتكلم مع صديقي فاصلة ضيحت الحافلة اوكي تولي هكا يعني while نحطها في بداية الجملة في هذه الحالة نقدر نقول I missed the bus اوكي talking to my friend هذو في زوج صحح فهمتو الجي هكذا while I was talking to my friend فاصلة I missed the bus هذي هي الاجابة الصحيحة علش على خطر اعطونا الفاصلة لو كن ما اعطوناش الفاصلة نحطه while في الواسط نقوله I missed the bus while I was talking to my friend ماذا مع بالك الفاصلة يعني while رح تكون في البداية number two احنا في number two قبل ما تقرأ قبل ما تقرأ الكلمات انتبه عدنا سؤال اوكي هذي علامة استفهام نخليها هي اللخة وقرأ she playing basketball was احنا وش نتبهنا نتبهنا بلي ما كاش اداة السؤال wh wh كي ما تكونش عدنا اداة wh اللي نبدو بها السؤال يعني رحو نحوسو على auxiliary auxiliary اللي رحو عدنا هيا هو هاوليك اوكي auxiliary هو was في اللغة الانجليزية عدنا 23 auxiliary اقعدوا معايا لكنوا ريهم لكم مشنو هما 23 auxiliary auxiliary معنتها الفعل المساعد الauxiliaries قلنا عدنا 23 في اللغة الانجليزية راني حاطتهم ديجا في القناة الدخل هنا في community تلقوني حاطتهم 23 auxiliary am هو auxiliary is are was where has have had do does did will would shall should can could may might must be been been هذو كامل auxiliary النهار اللي ما تلقاوش wh question معنتها ادات اللي تبدأ به wh رحوا حوسوا على واحد من هذو auxiliaries وبدأوا بالسؤال نرجعوا للجملة تعنا شفتو هم هذو auxiliaries دركها ها هي ووز هي auxiliaries نحطوها في البداية نحطوا ووز في البداية ونحط علامة الاستفام في النهاية تبقى انها she playing basketball هاي مرتبة نقولو was she playing basketball هذا عبارة عن سؤال شفتوك فاش ركبنا السؤال تعنا نروحوا الان task number two task number two شي قولك i write the correct form of the verbs between brackets قالك اكتب الافعال اللي بين قوسين في زمنها صحيح روحوا نشوفو هنا وش عدنا عدنا jane to watch tv jane راه تتفرش في تليفزيو suddenly فجأة the electricity to go out to go out وش نقول هنا suddenly صار لها شغال فجأة فجأة هنا مدام عدنا فجأة الفعل اللي يكون past continuous ما عندها يكون الaction تكون مستمرة وفجأة دخلت عليها action واحدة اخرى وش نقول jane was watching tv suddenly the electricity went out خلاص went out هنا they were playing basketball when هنا عدنا when they من يجي مرها الفعل في الماضي when it started الفعل past start started to rain كيف بزيف ساق ساون يقول لي ميس يودي فهم من الدرس while when تبعوا معي هنا شوف عندك when الفعل يجي مرها دائما وابدا يكون past لو كان عندك while دائما وابدا يجي مرها past continuous نه دروع للموقع مثلا جي when جي في بداية الجملة بعد جي جملة أولى وجملة ثانية راي هنا when الجملة اللي تجي مرها الفعل تح يكون في past والجملة الثانية يكون في past continuous راي جيت هنا في الوسط اللي مرها يجي في past واللي قبل يجي في past continuous المهم الفعل اللي يجي في الجملة اللي تجي more when دائما يجي past واللي مرها يجي continuous نفس الشي بالنسبة الwhile اللي تكون في البداية اللي مرها يجي past continuous والاخر يجي past تكون while في الوسط اللي مرها يجي في past continuous واللي قبل ه يجي في past هنا عادنا ها ولي شفو when رجعوا هذا الفعل في past نقول start started واللي قبل راه were playing راه في past continuous متفهمين خلاص نقول Jane was watching tv suddenly the electricity went out they were playing basketball when it started to rain متفهمين نروحوا الان task number three I classify the following verbs according to their final the pronunciation final ed هنا عدنا final ed راني درت الدرس شعال مخطرة وحلي شعال مخطرة نحله مباشرة لنفس سهل to the ولا ed stay يكون عندك صوت a حط النطقة تاحة يكون d تولي stayed اوكي هنا twist تكون t قبل l-ed حط ها ed twisted ted اوكي discover discover بال r بعد كين ايدي نقول discovered اوكي هنا embarrassed كيكون عندك صوت س قبل ال-ed حط ها فت embarrassed متفاهمين روحوا للوضعية الادماجية الوضعية الادماجية وش تقول you sure had an unlucky day ركنت من التأكيد راهو عندك يوم غير محظو narrate it in a short story حكي هنا في قصة قصيرة using interrupted action and stimulant actions استعمل لنا يعني افعال action تكون شوية طويلة ودخلت عليها action وحد اخرى ديرانج كما القاضية past continuous ودخل عليها past simple use this استعمل هادو قول to wake up late not rotar spill coffee on the clothes دفق القهو عليك to break the mirror of the bathroom تكسرت المرية تعالدوش to miss the bus راح تعليك البوس to forget the homework and set the homework تعك the electricity to go off electricity راح روح نشوفو الحل تعال master of language ونفس الوقت نشوفو الحل تعالوضعية الإدماجية هايليك الجملة الأولى while I was talking to my friend I missed the bus حكذا حلينها في تمرين الأول الجملة الثانية كيف تقول لي was she playing basketball هنا نساو باش يدرو علامة استفهم ثم يدرو علامة استفهم هنا يا Jane was watching TV suddenly the electricity went out past past continuous past simple they were playing basketball when it started to rain past continuous past simple هنا يعدنا embarrassed stayed discovered twisted twisted روح نشوف الوضعية كيف حلينها أنا الوضعية تاعي استعملت هذو النقاط اللي اعطوهم منا وكتبت وضعية إدماجية بسيطة روح نشوف وش كتبنا في الوضعية الإدماجية نبدأ one of the unluckiest day in my life هنا تقولي miss unlucky هي كثر من 6 حرف لا أصل كلمة أصل الصفة unlucky هي unlucky وزدنا لها unlucky بشكل الحكس يعني lucky شعر فيها 5 كي زدنا لها unlucky صفي الأصل التي هو 5 والإضافة زدنا لها الزوج على بها هي short adjective so one of the unluckiest day in my life اليوم اللي ماشي محظوظ كامل في حياتي which الذي I still remember it till now اللي ما زلت نتفكره حتى الآن was last year كان العملي يفت نبدو نقرأ القصة نقول it was مع انت العملي يفت كان it was the week before the exam قلنا لها إنه كان أسبوع قبل الإختبار of the second trimester من الفصل الثاني my day started يومي بدأ by waking up late هذا كنت نهار تعي بدأ وانا نط متأخر and spilling my coffee on my on my on my clothes ودفقت القهوة على روحي then while I was wearing my clothes the mirror of the bathroom broke on my face after that I went to school running because I missed the pass على خطر راضي الحافلة and while I was running وحين ما كنت أجري أجري sorry I remembered أتفكر that I forgot my homework أنني نسيت للواجب المنزلي التاعي في البيت which made me اللي خلاني went back home نعود للدار to look for it بش نبحث عليه I came home جيت للدار and while I was looking for the homework وحين ما كنت نحوس على homework تعي الوظيفة المنزلية the electricity went off أنا هذا مدت وانت تحب تزيد تحب تزيد أي حاجة راح تتري سيتي خليت لكم هنا مفتوحة زي تكمل هذه هي الوضع اللي كانت عندنا هذا الاختبار إن شاء الله تكون عجبتكم ما تنسوش تدرون لايك تعليق والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته